لم يكتفي النظام بالبراميل المتفجرة هذه المرة بل بدر إلى إمطار مناطق الثوار بحاويات متفجرة ورغم ذلك بدى مقاتلو الحر واثقين من حسن سير المعركة على قدر مستوى سلاح الذي تم إعداده لمعركة الأنفال على جبهة الساحل السوري الحمد لله بعد ما قام النظام باقتحام الـ 45 بشكل مفاجئ تم صده والتعامل معه خلال يومين بالأمس واليوم وكبدنا خسائر كبيرة وستطعنا أن نسترجع منه أغلبية المناطق التي دخلها في الأمس نحو قمة الـ 45 يتداعى الثوار من مختلف المناطق السورية لدعم المعركة الأشد عنفا بين النظام والحر لما يشكله المرصد هناك من أهمية استراتيجية وحتى اللحظة نجحت غرفة العمليات بإدارة المعركة بنجاح ووزعت القوى المختلفة على المنطقة فمنهم من يؤازر من القمم المجاورة ومنهم من يتولى مسؤولية قطع طريق إمداد النظام الحمد لله طلبنا من كافة الفصائل المؤازرة وكان الأخوة في فيلخ الشام أول من لبوا اللداء وأتوا إلينا بأسلحة سقيلة من خلال رشاشات سقيلة 23 و14 متطورة وأتوا إلينا بمدافع 106 النظامية وأتوا إلينا بسواريخ الإقراض القصيرة المدى والبعيدة المدى وبجميع أنواع الزخيرة والهاونات الـ 120 النظامية الأوامر عمدتهم تحت غرفة العمليات الموجودة هون بجبهة الساحل وسوار المنطقة طبعا هن وزعونا على الشكل أنه الهاوين بمكان المدافع 23 و14 ونص وفي قاعد كونكورس كمان قمنا بتدمير دبابي من فضل الله لعل المفارقة ما زالت قائمة بين بعض السلاح الثقيل بيد الثوار وبين الحاويات المتفجرة التي تلقى من الطيران الحربي للنظام لكن تبقى المؤشرة الأولية في صالح شجاعة الحر مع عدد من صوريخ كونكورس ومدافع 106 وغير ذلك من سلاح احتاج تجهيزه إلى سبعة شهور وأكثر تبرسات الأولية في وشهور أنظر